العقيدة وهي الإيمان بالله وملعكته وخجبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشيره هذه هي العقيدة التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام التالي وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشيره الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأنه الحي القيوم الحي الذي لا يموت المدبر لجميع الأمور الذي بيده ملكوت كل شيء الذي يجب أن يطاع فلا يُعصى وأن يُشكر وأن يُشكر فلا يُنكر الإيمان بانفراده بالألوهية التي بني عليه الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة عن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرم هذه العقيدة في الألوهية يجب على الأمة الإسلامية أن يتفقوا عليها وأن يبحثوا في جميع أقطار الدنيا هل المسلمون قد حققوا هذه أم لديهم من الشرك ما ينافيها وأول من يقوم بهذا هذه الرابطة رابطة العالم الإسلامي إن بعض الأمة الإسلامية في بلاد المسلمين تقوم بما ينافي هذه الحقيقة وهي أن لا إله إلا الله فعندهم من المشاهد وعبادة غير الله عز وجل والاستعانة بالأموات والاستغاثة بهم ما هو معلوم لمن شاهد أو سمع وهذا أمر يجب أن تتوحد الأمة على نفله وإنكاره وبينحق في جانبه ويتضمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان انفراده بما يقتص به من الأسماء والصفات فليس كمثل شيء وهو السمع البطيط وله من الأسماء الحسنة والصفات العليا ما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم والعقيدة في هذه الناحية بالذات واضحة سليمة بينة ليس فيها قلق وليس فيها نكد وهي التي سار عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم تدبر ما كان عليه الصحابة رجل الله عنهم فيما يتعلق بأسماء الله والصفاته تجد أنهم في غاية الأدب مع النصوص لا يتجاوزونها ولا يقصرون عنها يثبتون ما أثبت الله تعالى للنفس من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة وينفون ما نفى الله عن نفس من الأوساط على وجه الحقيقة توحيل الأمة الإسلامية على هذه القائدة وهي إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات أمر ضروري لأن هذا يتعلق بالخالق عز وجل يتعلق بالمعبود فإذا تفرقت الأمة فيه فهذا يعني أنها تفرقت في معبودها وما يسحط من الأسماء والصفات ويجب على الجهات المسؤولة عن الأمة الإسلامية أن تحاول توحيل الأمة الإسلامية على هذا الأصل حتى لا تتفرق حتى لا تزير رضي من رأي وسخط من سخط ولا يمكن أن تتوحد أمة تختلف في معبودها جل وعلا لذلك لابد من الاتفاق على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات هل يمكن الأمة أن تتحد وهي تختلف في معبودها هل وبالسماء أو في الأرض هل وباء من خلقه آل عليهم أو مختلط بهم في أماكنهم لا يمكن لأن هناك فرق لأن هناك فرقا عظيما بين من يعتقد أن معبوده جل وعلا فوق كل شيء ومن يعتقد أن معبوده في كل شيء هل اتفاق مع هذا الاختلاق وأرى أن